موسيقى 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 في سوريا كانت عايشة في بيت جدي لان اهلي طلعوا على البنان لان يشتغلوا و تركوني عند ستة لما بلشت الاحداس منشي ثلاث سنين بابا خاف عليه و جابني اللي عنده على البنان كنا بضل بالبيت و بابا ما كان عنده شغل و دائما المعصبة خانني و يضربني صرت دور على شغل كلمال ما ضل بوشو كل نهار و كلمال اقدر جيب مصاري و ما ااخد منه شي اشتغلت ديليبري سوبر ماركت و وصل للعالم طلبيات الشغل كان متع كل نهار قضية حمل غراض كتير تقالة بيوت الزبايا في زبون كل يوم بيطلوا بقلعونان ماي و كل واحد وزنوا عشرة كيلو بدي يطلعون على الدرجة على الطابق الثالث و الدرجة كتير مع التب يعني يبوصل من التعب و الصبيعي بيكونوا عم يتقطعوا من الوجه بس يو بدي ساوي في ناس صغيرهم بيخانقوني اذا اتأخرت و بيقولوا لي حكي بشي لما بيعرفوني سوري و انا بسمع و بتحمل لانه اذا رديت عليهم بيخانقوني من الشغل لما تركت سوريا كنت ناجحة الصف الرابع يعني لو كملت المدرسة كنت هلأ صف سابع ياريت لو فيني كمل تعليمه و اوصل على الجامعة نصير دكتور بس انا ما فيه روعي المدرسي ولا ادريت و ما رح سير دكتور و ما رح سير شي اشتركوا في القناة